اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مرة اخرى نتحدث عن ما يسمونه الشراكة ما يسمونه شراكة سياسية وشراكة تضامنية وحكومة الشراكة وحكومة الشراكة وطنية هكذا يسمونها وعملية سياسية بشراكة بين كل المكونات العراقية سنة وشيعة مذاهب قوميات واكرادا وغيرهم مسيحيين واسلام وغيرهم وصابئة وازدين هكذا يقولون هل هذا حقيقي بعد 21 سنة من خطاب طائفي لم يبكي على شيء مزق البلد ومزق المجتمع وقتل وذبح وجرت انهار من الدماء وهجرت ناس ويتمت عوائل ودمرت بيوت ودمرت جوامع قبل ذلك وكتب على المجتمع ان يعيش غربة وقطيعة بين اجزاء غريبة عجيبة لم يعيش العراق بسبب استحضارات للتاريخ وقصص للتاريخ في عقول ناس اقل ما يقال عنهم انهم مرضى اقل ما يقال عنهم لانه من يريد ان يبني دولة من يريد ان يبني اطارا طيبا يحافظ به على الناس ويتق الله فيهم لا يثير نوازع الشر والضغينة والفرقة بين الناس بالعكس هذه الفتنة يوئدها لكن لعن الله من اثار الفتنة ومن اشعلها هكذا 21 سنة يشعلون الفتنة ويغذونها بالبشر بالقتل بالذبح بالدماء وغذونها ربما يجعلني هذا يعني هذا الحديث اللي يجبرني عليه هو حديث استمعتوك لكم لبهاء الاعرجي هذا اللي كان نائب رئيس الوزراء لفترة طويلة وكان وما زال يعني نجم للشاشات سيستضيفونه ماذا قال تحدث بلغة طائفية بطريقة غريبة عجيبة قبل ايام يعني لا يمكن قبولها بعد واحد عشرين سنة من هذه الاحقاد من هذه الامراض من هذا المرضى الذي لا ينتهي من هذا الخراب الذي لا يعني ليس له حدود هو الذي قال في بدايته قال جئنا الى العراق ما عدنا جمهور ما عدنا ناس اتكأن على الطائفة ما عدنا غير الطائفة طيب هذه الطائفة لا تنتهي ألا تستحون ألا تخجلون ألا يخجلكم الدم ألا يخجلكم الإنسانيتكم ألا يخجلكم القتل الناس الذبح تمزيق البلد خرابة ما البلد صار أسوأ بلد فسادا وخرابا ودمارا ما فائدة تحكم بلدا بمذهب معين وهو بلد مخرب مدمر ما فائدة ما حقيقة هذا البلد ما شكل هذا البلد الذي تحكمه بالخراب والدمار على أنك من المذهب الفلاني وما علاقة أهل المذهب بكم أنتم الذين تحكمون يعني ما ذول أهل المذهب إذا كنتم تحكمون هكذا لنتحدث بالمذهب الشيعي هل أنتم صنتم ما احتاجه الشيعة يعني ذول الشيعة العراقيين أنا أتكلم عن العراقي ما العلاقة بغيرهم أقول العراقيين من الوصرة إلى بغداد إلى وين مكان وين مكانوا الشيعة هل حرصتهم على حقوقهم؟ هل جازيتهم بالخير؟ هل أعطيتهم حقوقهم؟ هل وظفتهم؟ هل طورتوا حياتهم؟ مملؤين فقر وخراب وضياع وبطالة وأذى وأمراض وسوء؟ شنو الموضوع هذا؟ أنتم على من تدافعون؟ على من تقولون جئنا من أجل المظلومية؟ أي مظلومية؟ مظلومية من؟ مظلوميتكم أنتم كأعزاب؟ يقول الآن التحالف خلص يعني التحالف الشيعي يجب أن تكون إلى كل المناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان خلص انتهى الموضوع وراح ذاك الوقت ما عندنا هذا القضية أما سننا وغيرهم يعني ممكن ننطيهم وظائف يعني ننطيهم كموزارة وخلص القضية القرار إحنا أغلبية طيب ما هذه الأغلبية؟ يجب أن يأخذون كل شيء منافسة أنتم تدعموها بلبنان لبنان أغلبية ممكم لكن تدعمون وجود ليه يجب أن يكون البرلمان شيعيا قضية الأغلبية وكذا عيب هذا الحجي هل في لبنان؟ في اليمن نفس الشيء؟ في سوريا نفس الشيء؟ لا تقبلوها هناك لكن تقبلوها بالعراق تحدثون بهذه اللغة لأنه ميليشيات وعصابات وشألهم إسلاحه ولأنه أطراف العملية السياسية من سنة العملية السياسية والشيعتها وكرا دول خدم لمحتل حقيقة لا يمثلون العراقين ما لهم علاقة بالعراقين لماذا هو السني بالعملية السياسية؟ هل يمثل السنة؟ لو كان يمثل السنة الحقيقة كان يستحع على نفسه على هذا الكلام وعلى هذا الحجي ومرضب هذا الحجي ستة أشهر لم يكن رئيس البرلمان ومن يبدون انتخبوا صراعات وبوكسات وشلال يقول اليوم هذا والتالي يجولهم واحد هو الأقرب هو بهاء العجر يقول هذا ما لنا اللي مرشح لأن يكون رئيس المجلس النواب هذا ما لهم هكذا يتحدث طيب موعدكم المحتوى الهابط هذا المحتوى مو هابط هذا محتوى قاتل مو هابط هذا محتوى يحرر على القتل والذبح والتفرقة بين المجتمع يضحك عن الناس فتقبلوا هذا الكلام يعني هكذا صارت الأمور هكذا توزن الأمور الآن لدينا عطار ومرة أخرى ربما قلناها خرج واحد من المقدمين برامج أو مذيع فيه إحدى القنوات القنوات التي تعود لأحزاب هذه الطائفية قال هذا البلد مانه والميعج بيضرب رأسه بالحيط حديث بها العراجي وغيره وهذا الحديث الطائفي نفس الحديث بس بلغة أخرى الميعج بيضرب رأسه بالحيط وقال يطلع هو هكذا توزن البلدان هكذا توزن الشعوب طيب هذا بنعلمكم عليها إيران إيران معدها مصيبة هاي إيران بكل أحقادها وسمومها والسم اللي زرعته زرعته فقط في العراق لكن عدها غير موجود حتى في قضية اللطم والتطبير وكذا فقط عدكم ما لا علاقة كلها لتشويه الدين لتشويهكم لتشويه نفسيتكم تشويه فكركم تشويه توجهاتكم من يقبل هذا؟ لماذا هذه الطائفية؟ أي شخص تشويهكم قلتوا لتمنى نظام السابق يا ترى نظام سابق وراء 21 سنة تتحدثون عن نظام سابق ونظام مدري منه وبعثية كلام معيب بعد 21 سنة انت تحكيلي انت تكلم بماذا حققتم ما الذي حققتمه بعد 21 سنة؟ صراعات وقتل وذبح وخطاب طائفي مازال خطاب الطائفي وتقولوا اننا انتقلنا من المربع الأول أي مربع الأول؟ مربع الأول كان طائفي كان بيفساد وكان بيخراب وكان بيتفريق للمجتمع وما زال كان بيفقر وكان بيتمييز وكان بيماكو عدالة نفس القضية إذن انتم في نفس المربع العراق في نفس المربع أما تجملون الصورة وكان بيتميزة وكان بيتميزة مليار دولار بكل تفاصيل وواردات العراق 150 مليار دولار سنويا هذه كارثة كبيرة وتحسبوها على العراقين منجزات كبيرة وهذه منجزات وتطور وتعتبرون العراق تطور وتريدون من العالم كله أن يصفق لكم بعد 21 سنة كم من العراقين قتلوا؟ تقدموا المقابر الجماعية الآن تعالوا والله المقابر الجماعية موجودة في الأنبار والمدروين وانا مقابر جماعية في الأنبار يعني قوة حتى تقولون غريب عجيب هذه التفرقة لماذا؟ ما ابن الناصرية مثل ابن بغداد مثل ابن أربي مثل ابن الموصل مثل ابن الرمادي عراقي هو في الأولى أخير خلوا الراية عراقية خلوها عراقية وتركوا الطائفية تركوا هذا الفكر تركوا هذا الحديث تركوا هذه الرسالة تركوا هذا الخطاب الطائفي اللي يمزق المجتمع ما كافي جربتوه إذن أنتم من البداية للنهاية تريدون تخريب العراق ولا تريدون بناء العراق لأن الذي يريد بناء تجربة للتقدم والازدهار والنهوض والبناء هذا يحافظ على يعني يتجنب الحديث في ما يخرب الناس والفتنة لكن هذا الحديث المكرر واللي نستمع إليه هذا الحديث فتنة وحديث مخرب ومدمر إذن ما الغاية منه الغاية استمرار الخراب والدمار والفوضى والفرقة بين المجتمع كلما خبت النار كلما زدوها سعيرا لماذا؟ ما ذول الشعب كان متعايش مع نفسه أكو ظلوم أكو معرف منه نظام ظلمهم نظام يتركنا من هذا كله كل ما شيء ما أكو عدالة؟ ما يقول ليش هسا أكو عدالة؟ ليش هسا أكو حقوق وقانون؟ من يعتبر القانون؟ أكو دولة وأكو سيادة وأكو استقلال وينه؟ خلي قلونا أول مرة أكو دولة تحميها أكو سلطة تحميها أمريكا وتحميها إيران وتحميها وإذا ما افترت الآن افتر عقرب الساعة والتوجهات والمصالح ستجدون نفسكم وسجد نفسنا في واد آخر ما لأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير والتقيكم في حلقة أخرى لذلك الهين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة